عصفة الجدل المثارة حيال تزوير الانتخابات تخفت بعد اعلان رئيس مجلس القضاء الاعلى عدم وجود اي دليل قانوني يثبت التزوير غياب الادلة امام المزاعم يفسر بان سيناريو الاعتراض وفق مراقبين كتب لا على الانتخابات وانما على الخسارة فيها هناك اعتراض من اجل اظهار القوة على انه لا يقبل الخسارة وعلى انه يريد يحقق توازن مع الجهة الفائزة وعلى انه يريد مكاسب ومناصب بعدما خسر بعض المقاعد تحت قبة البرلمان تطابق النتائج في كل مرة يؤكد صحة ما اعلنته المفوضية من نتائج سابقة ما يعني ان الاعتراضات تتجه الى الانتهاء انتهاء يقابله بداية لتقبل الكتل بالنتائج الحالية والانتقال الى مرحلة المفوضات لتشكيل الحكومة موجة الاعتراضات والتظاهرات والاعتصامات ستنتهي في الاسابيع القادمة وتتوجه الجميع الى تشكيل حكومة شراكة وطنية حكومة توافقين صحة التعبير من اجل انقاذ هذا البلد العزيز ملامح خواتم الاستحقاق الانتخابي تشير الى فك خيوط العقدة السياسية الحالية وفي الجهة المقابلة تتسارع خطوة الاطرف السياسية نحو المفوضات والتفاهمات لحسم ملف التحالفات وتشكيل الحكومة ضمن دائرة التوقيتات الدستورية معطيات ترجح كفة هذا السيناريو ان يكون هو الاقرب من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر